قبل بقى عشان أستمتع بالضيوف عندي بس حاجتين حاجة الأولانية خاصة بيه الأستاذ دويس جريس كاتب على صفحته على الفيسبوك النهاردة كلام مهم جديد الراجل ده كل شوية يروح خبطنا ألم كده في الود والمحبة والإخلاص والتفاني والحب يعني لما ألاقيه بيكتب بص الصورتين بقى يعني بص الصورتين يعني شوفوك كده ده الصور ده الصور اللي كانت في وقتها يعني شوفوا شوفوا نظرة نظرة المحبين لبعض نظرة يعني أنا مش عارف الزوم لكن ممكن ياخدوا صورة واحدة كده ويروحوا عاملين لها زوم كده وطلعين بيها تنفع بيها ولا لأ لكن شوفوا هو بيقول إيه خمستاشر سنة ولا زالت هنا ولا زالت عطرك يفيد من حولي يفيد من حولي ويملأ الأمكنة خلي بالك هنا وأمكنا يعني هو برضو بيكتب واخد باله برضو من اللي هيقرأ يبقى مرتاح نفسيا هنا وأمكنا خمستاشر سنة على رحيلك يا سناء ولازلت أحكي للناس عن أول لقاء بيننا يبقى عندي هنا وأمكنا وبيننا برضو حتى لو أنا اللي بفسر يعني أنا اللي بطلع الحاجات دي بس هو قاصد يعني هو قاصد وأول كلمة حب بيننا وأول رقم تليفون هتفتك عليه لأول مرة أبعرفش كان رقم كام 2 7 8 9 حاجة كده يعني بس هو كان طبعا الأرقام زي ما كانت خمس أرقام فنبقى سر نبقى ناخد منه بعدين يعني ولازلت أذكر حنانك حنانك ودفك كفك حينما كان يربط على كتفي خمستاشر سنة وما زلت أحكي لمن حولي عن عشقي لك وعن عدم وفائك بالوعد رحلت رحلتي وتركتين وحيدا وقد كنا اتفقنا على ألا نفترك ولكن لا رد لقضاء الله فلتكن ما شئته ونحن نقبلها برضاء تام أعيش على أمل على أمل أن ألقاه يا وحيدتي يلقى الأمل يعني ذكرى وفاة وحيدتي وكاتب لويس جريس زي بقول لحضراتكم كده إحنا ما كنا منتكلم على الأستاذ وضيع فلسطين إحنا محتاجين الإقلام بتاع الناس دي الخبطة دي يعني محتاجين الضربة دي محتاجين العنف في المشاعر بتاعهم العنف في المحبة العنف في الإخلاص في التفاني في الود يعني مراته ممكن على فكرة فيه ناس كتير أو بتكتب الكلام ده على صفحتها كده على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مش عارب إيه ويطلع في برامج حينجوري كده ويفضل لك مراتي حبيبتي لها كانت مش عارب إيه وبتاع وكلام من ده وهو في قرارة طبس ما بيطهاش وممكن لو أحد يقول لك لا مراتي كويزة وبتعرف تبع لها كلمتين لكن كل لحظة بتمر على حبيب وحبيبة زوج وزوجة أخ وأخت أخ وأخ أب وأم نمع بعض ولد وأبوه بنت ومها أي حاجة في العلاقات دي اللي بيقرأ واللي بيشوف بيعرف اللي بتكلم ده صادق ولا لا الخمساشر سنة اللي عدوا على لويس جريس من بعد ما ماتت أو على وفاة حبيبة الكل السيدة العظيمة سنة جميل أعتقد أنه يدرس لما نقعد مع لويس جريس نشعر أنه ده مدرسة مش مدرسة ده مدارس ناخد منه حاجات كتير جداً للمستقبل الجيل الصغير يععد مع الناس الكبار دي يستفيد أنا ما كنت مبسوط منه جداً بقوله بروح رزا ليوسف وبروح صباح الخير وبقعد مع مع الولاد الصغيرين وما قال ليش الولاد الحقيقة قال لي مع الأسادزة الصغيرين شو بالزوء شو بالزوء هو عنده زوء أنا معنديش زوء أنا قلت لولاد هو عنده زوء الراجل عنده قيم عنده أخلاق لأ أنا عنده أخلاق برضا بس وعنديش زوء في الكلام فالمسائل اللي زيدي الحقيقة محتاجة نستفيد منها نقعد كتير مع الناس العبقة دول مع الناس المحبين دول مع الناس المتفانين دول مع الناس المخلصين دول لأن الحقيقة عدم وجود دول في حياتنا بيبهدلنا يعني أما عنده صورتين اتنين الحقيقة